بشكر شركة سانوفي على دعوتي على السنبوزيون بتاعهم نتكلم على فكسي دريشي كومبينيشن اف انجيكتبول سيربي فور تايب تو دايبيس بيشن ان كنتروض على الأورال انتي ديابيتك درقز ده الموقف اللي احنا بنبقى فيه عن عيان ماشي على الماكسمال دوز بتاعة الأورال انتي ديابيتك ومش بالزبط نعمل ليه بقى ندخل على الانجيكتبول سيربي كليك الكي السيناريو سامية تيتشر سنة اتنين وخمسين سنة عندها تايب تو داويدس لمدة أربع سنين عندها فاميلي هيستوري في بارتنشن ماشي على متفور من ألف ميلي جرام مرتين في اليوم ودابة خمسة ميلي جرام مرتين في اليوم وسنفة عشرين ميلي جرام وانس ديلي ضغطها مية خمسة وخمسين على خمسة وتسعين يعني هي بارتنسف البودية ماس انديكس اربعة وتتين ستة مناشة عني اوبيس الهيمو جلوبين اي وانسي بتاعها تسعة من عشرة تسعة وخمسة من عشرة في المية الفاصلة وتوقفتها مية واحد وسبعين بيتراوح من مية واحد سبعين ل مية تمانية وتسعين البوستو برانديل من ميتين اتنين وثلاثين لميتين اربعة وخمسين يعني انكنتروني وماشا عالى كومبانيشان صاروتي هي اسا انكشوس على هير ويتس وهايبو غليسيوم والهايبو غليسيم يعني عايزة الدول حننكترهولها لايعمل شي لاهايبو غليسيم ولا يعمل ويتجين التريتمت 것처럼 وحنسيب الإجابة على السؤال بعد ما نخلص الفقر المحاضرة يعني أو في نص المحاضرة بالضبط وحوظة في نص المحاضرة بالضبط يضبط آخر للمونوثرابي لذلك لا يحدث. بالنضع بالأخضر المنصر حيني يحدثين مقفل كثيراً فترة طويلة بهذا الوضع. حيني نصل في الآخر لإنجيكتابل ثيرابي. يعني هنا العيان أغلب الوقت ليس مضبوط. This is the treatment to target وهو المفطل. العيان ذلك في التصوير المنصر إلا الاثربي ويبدأ أقال المترجم للرجمة ثم أدخل في مفتاح وهذا أحسن من السيروب السيارات الأمريكا أتساعد المترجم للرجمة لأن وفكرة الأمريكا العملي كبير يكفي اللقاء الـ Reduction في الـ Hemoglobul A1C مع Single Oral Antidiabetic يعني إليه يتعدى الـ 1% عشان كلا الـ Initial Combination شرابي سيكون لتظهر في الـ Patient بـ A1C أكثر من 1.5% أو 2% أبوزة تارجت يبقى هنا أبدأ على طول Early Combination وإن الـ Combination of Basal Insulin و GL1 Receptor Agonist has a potent glucose-lowering action وليس ويت جين وليس هايبوغلاسيميا مقارنة بالـ Intensive Insulin لأن هذه الاختيارات ستبقى قدامي لو ما العيان يبقى إيه مش متزبط على الـ Oral Combination سرابي Limitation of Sequential Approach Probability of Achieving Glysemic Control في الـ Individuals اللي هموغلوبين A1C بتاحهم أكبر من أوساو 9% with a single injectable agent is low In this population Probability of Achieving Glysemic Control بيبقى أقل من 20% خلال سنة وأقل من 30% خلال سنتين Be well treated with ISER GL1 Receptor Agonist كامونوسيرابي أو Basal Insulin كامونوسيرابي 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 وإنما بقى وإنما بقى كامونوسيرابي قامونوسيرابي لو بصينا على للتوتال هايبرجليسيميا نلاقي أن التوتال هايبرجليسيميا ستساهم بحوالي 43% من نسبة التوتال هايبرجليسيميا والتوتال هايبرجليسيميا ستساهم بالباقي الهو 57% عشان كده أول حاجة نستهدف بها هي الفاستنج هايبرجليسيم الراشونال برضو للأيرلي كومبينيشان إنجيكتابل سيربي أني أستعمل دراجز لها كومبليمنتري ميكانيزم في أكشان زي البيزة الإنسولين والجي البواند ريسيبتور أغنس ليه؟ لأن البيزة الإنسولين تارجت الهيباتي جولوكوز بروداكشا باي ديكريزنج الجلوكونيوجينيسيس فبيقليل الفاستنج بلازمة جولوكوز الجي البواند ريسيبتور أغنس ده بيزود لي الجلوكوز ديبندد إنسول ريليز وبيقل الجلوكوغون سيكريشان ودليل جاستريك إمبتنج وده بيزبط لي البوست برانديال جلوكوز ليفل يبقى هنا أنت عندي تو دراجز واحد يشتغل على الفاستنج واحد يشتغل على البوست برانديال وأعمل لهم كومبينيشان مع بعض البرانسيب 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 كل ما يبقى ده سيمبلفايد تريتمنت ريجيمين يعني يبقى واحد يبقى احسن من اثنين احسن من ثلاثة من احسن من اربعة هذا ليه لأنه لدي أمروف الأدهيرانس والبرانسيب البرانسيب كل ما تبعي فيه مكانيزم ده تارجيت ملتبول باصي فسولوجيكال ديفيكتو في الطائب 2 ديابيديس وتيب للنتائج أحسن الكليميكا تصدر مباشرة تصدر مباشرة في الستاندار مدكال كير في ديابيديس في عشرين اتنين وعشرين الامريكا تصدر مباشرة تكلمت عن تعتبر مباشرة إذا كان الإنسلين تعتبر لقب القصور الدنيا تعتبر او من نصف وزن العيان ومن الحوضة المباشرة تعتبر الامريكا تعتبر الامريكا تعتبر الامريكا يمكن أن هناك اختيارين عندما أجل الانيسلين الامريكا لقد اعطر مباشرة الاختيار الثاني هو الملتبل دوسيس of insulin. الكمبينيشن of benzyl insulin والجي اللي بماند receptor agonist has a potent glucose-lowering action and less weight gain and less hyperglycemia compared with intensified insulin regimen. عشان كلا هو مفضل على الانتنسفايد insulin regimen. للأسباب اللي أنا قلت عليها في الرشونات. في consensus report بالامريكان and the best association and the European association for the study of diabetes على intensifying to an injectable cerebit. نحن نفعل intensification of treatment to injectable cerebit. نرى طبعا لو نحنن حسب the sequential busway أو approach اللي هموغلوبين E1C لو هو above the target بالرغم من dual أو triple oral anti-diabetic drugs بدخل بإيه البيجي اللي بماند receptor agonist مفضل على البيزل insulin لو ما زبتش على ال GLB1 receptor agonist ما وصلش E1C ما وصلش للtarget بدخل بالبيزل insulin معاه قادد على ال GLB1 receptor agonist بالرغم من أو بالرغم من لأن التفني بإيه بالرغم من البيجي اللي بماند على البيجي اللي بماند ريسيبتور أغونيس مع بيزل إنسولين أو بيزل بولوس إنسولين ريجيمين لو كان اللي هموغلومين أكبر من أو يساوي عشرة أو أكثر من 2% أبو في تاربيت ولو أنا مشيت في السيكوينشل ريجيمين ووصلت غاية ما العيان واخد بيزل إنسولين وماشي على الجي اللي يبينون ريسيبتور أغونيس ماشي على الاتنين هنا إيه بقى يبينون ريسيبتور أغونيس والإنسولين والدرقز اللي هنقلم عن الكلينical data for patient uncontrolled على الأورال anti-diabetic drugs الليكسيلان برقرام الليكسيلان برقرام the treatable, fixed ratio combinations of insulin glarsgine plus lexenithide vs. insulin glarsgine as monosherapy or lexelizyethide as monosherapy in type 2 diabetes's inadequately controlled on oral agents. يعني خدوا العيانين طيب تو ديابيتس واسموهم الى ثلاث مجموعات مجموعة خدت اللي هو كومبينيشان انجيكتابول سيرابي ومجموعتين التانية خدوا منو سيرابي انجيكتابول منو سيرابي واحد فيهم اللي هو الليكسي زيناطايد والثاني الانسولين غلارجين بلاس متفور من كله وطبع التلات وتابعوهم كانت النتائج انه في علموا على مجموعة خدوطة المنوع في المجموعة يتماشى على الليكسي أو الإنسولين غلارجين يعني كومبينيشان انجيكتابول سيرابي كانت الزاج있는 خدوطة للهيمسب مقارنة بالسينجل انجيكتابول سيرابي يجب ان هو بسلال اcca اللي هو comfortable في العينيين لا يوجد فرق كبير بعد ذلك قسموا العينين إلى مجموعة مجموعة كانت لهموغلوبين 1C بتاحها من 7% لتسعة في المائة ومجموعة الثانية كانت أكثر من 9% نفس الريزرت كان فيه مهموغلوبين 1C في المجموعة الماشية على الهوغلوبين 1C وكان الهوغلوبين 1C عال من 7% كان مهموغلوبين 1C كان مهموغلوبين 1C بالنسبة للعينين كان ماشين على مجموعة 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 وبالمثل أيضا نفس الريزرت لما أسموهم بناء على الـ DIA أسمو العينين إلى عينين with type 2 diabetes أقل من 7 سنين وعينين with type 2 diabetes أكثر من 7 سنين أيضا لهموغلوبين 1C كانوا أكثر مع مجموعة 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 وبالمثل أيضا لما أسموهم according to baseline age أسمو العينين أقل من 65 سنة وأكثر من 65 سنة أيضا نفس الحكاية لقوا في الـ DIA وفي الوصل الهوغلوبين 1C أقل من 7 كانت الـ DIA في العينين الماشيين على الـ DIA مقارنة بالـ DIA مقارنة بالـ DIA حتى لما أسموهم أيضا according to baseline body mass index وهو أقل من 30 وأكثر من 30 كان نفس الـ DIA وكان الـ DIA وصل الـ A1C أقل من 7 كانت أكثر مع الـ DIA مقارنة بالـ DIA مقارنة بالـ DIA السؤال الذي نسألناه في الحالة هو هو مقارنة بالـ DIA الإجابة يعني بتاعته مقارنة بالـ DIA ومقارنة 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 بالـ DIA نرجع إلى عياناتنا أخذت عشرين وحدة من الآيجران بعد ثلاث شهور فقط على الـ HEMG ومقارنة بالـ DIA وجدته أنه نتجل إلى ٦٤٩ ومقارنة بالـ FASTEN كان من ١٢٠٩ ومقارنة بالـ كاملين ١٢١ بعد ثلاث شهور من بداية الإجران 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 يوجد منه يولو ومقارنة ههة اليولو يوجد من عشر وحدة الى ستين وحدة الريشي والكمبونت بداع الانو الألم الاصفر والألم الاخضر الألم الاصفر اللي هو تلاتة ميلي فيه تلاتة ميلي فيهم تلتميت انترناشنل ويلد جلارجين ومعاهم نص نص الكمية دي هي حوالي مية وخمسين مايكرو جرام لكن بالنسبة للألم الأخضر للتلاتة ميلي كان فيها تلتمية انترناشنل ويلد جلارجين ومعاها مية مايكرو جرام اللي يججاني طويل يعني اللون الاصفر النسبة من اثنين إلى واحد واللون الاخضر نسبة تلاتة إلى واحد يعني لو خدنا عشر وحدات من لول صفر حيبك فيهم عشر وحدات جلارجين وخمسة اللي يجافة لو عشر وحدات من اللون الأخضر سيبقى فيها عشر وحدات من إنجلرجين وثلاثة وحدات من الليكسيكزينطاعد الليكسيكزينطاعد نبدأ هل العيام ماشي على الأورال انتي ديابيتك ان كنترول ديابيتس او ماشي على بازل انسولين لو هو ماشي على أورال انتي ديابيتك انسولين نبدأ بالألم الصفر نبدأ بعشر وحدات بعد العشر وحدات نبدأ عمل تايتريشن ماشي على فاشة الملاتسيك بلاسما كولكوز في الوقت ما اوصل بين 30 و130 لو العيام ماشي ماشي بزود تبتدي الزوض بقى وقت ما اوصل لغاية اربعين وحدة اللي هو الألم الاصفر اخره اربعين لم يزود العيام بشاهد العيام على الألم الأخضر وابتدي برضو بأربعين وابتدي اعمل تايتريشن لغاية ستين أو لغاية ما أوصل الهدف بتاعي هو الضبط يعني نفس الحكاية زي البيزل إنسولين بالضبط ده في حالة لو العيان على لكن لو كان العيان ماشي على بيزل إنسولين يبقى عندي حالتين أبص على الدوز بتاعة البيزل إنسولين أخذ رقم 30 هل هو البيزل إنسولين من 30 ولا يساوي 30 فأكثر يبقى عندي حالتين الحالة الأولانية لو كان العيان بيزل إنسولين الدوز بتاعته أقل من 30 أبتدي بالألم الأصفر بس أدي له إيه بقى 20 واحدة أبتدي بعشرين واحدة وبعد كده أعمل تايتريشن زي وزي البيزل إنسولين بيزل إنسولين غاية أوصل للتارجت بتاعي لو ما وصلتش ببتدي أعمل تايتريشن لغاية ما وصل الأربعين وصلت للأربعين ما وصلتش برضو للتارجت بتاعي أبتدي أعمله شيفتنج للجريم بين وأبتدي من أربعين وحدة وأبتدي أعمل تايتريشن لغاية ما وصل الهدف بتاعي أو أوصل للماكسوم دوز اللي هي 60 واحدة دي الحالة الأولانية لو العيان ماشي على بيزل إنسولين أقل من 30 واحدة طب لو كان ماشي على 30 فأكثر هنا على طول شفت العيان ل30 واحدة من الألم الأخضر وأبتدي أعمل تايتريشن بنفس القاعدة زي البيزل إنسولين اعتمادا على الفاصلين بلاسما جولوكوز غاية موصل للهدف بتاعي من الفاصلين بلاسما جولوكوز بين 80 و130 لو العيان ما زبطشي ببتدي أعمل تايتريشن لغاية ما وصل معي غاية الستين أو غاية ما وصل الهدف بتاعي التايم of administration of 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 l-arglare leksi bin in innovation is a once daily single injection بيأخد العيان شكة واحدة دي تعمل أدهرنس أحسن والcomplaince تايع العيان والأدهرنس راتي وزين one hour from the main meal والاسم الدعوة في السوق هو السلكوا وكلكم حضراتكم أكيد تسامعين عن الواقع وده يعتبر بديل multiple daily doses of insulin وبيدي نتائج كويسة في الواقع حقيقة للعيان اللي يعني هيك رح يشكشكك كثيرا وشكرا جزيلا شكرا